الحقيقة العراق إذا لم يملك قراره بنفسه ولا يملك جيشا قويا ووضعا سياسيا مستقرا وباتفاق جميع الأطراف أعتقد أنه سوف تكون مهمة القائد العام للقوات المسلحة صعبة جدا ولا يستطيع أن يطلب من الولايات المتحدة أو أي دولة أنه ساعدة هو اللي عنده هو الطرق الدبلوماسية فقط يذهب إلى احتمالها السذاب إلى إيران ويذهب إلى إيران وأنا أقترح عقد معاهدة بين الطرفين الإيراني والعراقي باحترام السيادة العراقية والإيرانية وعدم التدخل في شؤون الآخر وإضافة تعاون في مجال الأمن والاستخبارات حتى لا تحدث مثل هذه الأمور كذلك يجب عقد اتفاقية أيضا ومعاهدة بين الجانب التركي وتعاون أمني بين الجانب التركي والعراقي في كل هذه المسائل التي تم ذكرها بغير ذلك حقيقة القائد العام يقف حاجزا سواء دخلت ما أمام غيري تشتكي الحكومة العراقية في مجلس الأمن ومجلس الأمن أدان والممتحدة أدانت وأوروبا الشرقية والغربية أدانت الجامعة العربية أدانت الجماعة ما لهم علاقة يدقون الليل والنهار على الأراضي العراقية ما لهم ما لهم علاقة وبعدين التصريحات التي أدلى بها قاءاني والمسؤولين إيرانيين يقولون نحن أطلعنا الحكومة العراقية ومن سنوات وقدمنا لهم أدلة عن أماكن تواجد هؤلاء وعقدنا مع الحكومة اتفاقيات لكن الحكومة لم تفعل شيئا وبالتالي اضطررنا إلى ذلك هل ينطبق على الأتراك والإيرانيين قوله تعالى ومن اضطر غير باغن يمكن أن تقبل أستاذ نجم أكو معاهدات واتفاقيات دولية يعني هما ما يحتمدون على هذه الأمور إضافة لذلك أنه العراق الآن يمر بأضحف حالاته ضعيف العراق سواء سياسيا وسواء عدم اتفاق الأطراف ولذلك كان في رأيي إذا لا سماح الله اجتازت القوات الإيرانية كما هدد قاءاني أو القوات التركية إحنا ما منه إلا أنه يعني يقدم شكوى هاي نقطة إضافة لذلك حقيقة يعني أنا أتألم من أقول هذا أنه المفروض البلد حتى ولو كان لا يملك مكانية الدولة المجاورة ولكنه يقاوم ويقاتل ويمنح هذه القوات من الدخول ولكننا نحن لا نملك هذا القرار مع الأسف وحقيقة أنه إحنا عندنا الجانب الاقتصادي فقط يعني الجانب الاقتصادي مع تركيا ومع إيران إذا تم إيقاف هذا الجانب أو التهديد به حقيقة سوف يكون هناك تأثير سواء على الإيرانيين أو الأتراك هذه نقطة